السلام عليكم معاكم بدر من جيم تيك واليوم معاي المكنسة الذكية من شاومي اسمها مي روبوت باكيوم مو بي طبعا لما تستخدم جهاز مثل هذا بالبيت تحس انك تشوف شي متطور ورهيب من ناحية الذكاء والطريقة اللي تشتغل فيها المكنسة المكنسة فيها حساس الليزر اللي هنا واللي يساعدها نتقدر المسافات وتعرف طريقها ومو كله مكانس فيها هذا النوع من الحساس والمميز في هذه المكنسة بجانب انها تكنس وتشيل الغبار وغيره تقدر كمان تشطف الارض عن طريق هذه القطعة تعبيها موية وتركبها بالجهاز وتركب لها هذه القطعة من الاسفل وتصير تكنس وتغسلك الارض بشكل جميل طبعا المكنسة اول مرة تشغلها تجلس تكنس وترسم خريطة للبيت وتحفظ كل شيء وهذا شي يفيدك بينك بعدين ممكن تعطيها امر من خلال التطبيق انها تنظف غرفة معينة بالبيت بكل سهولة والمكنسة تقدر تكنس السراميك والسجاد بدون مشاكل لكن اذا كان السجاد سميك بزيادة ممكن تعلق شوي وكمان تقدر تتحكم بالمكنسة من خلال التطبيق بهذا الشكل لو كان عندك منطقة معينة فقط تبقى تنظفها بدون ما تحتاج تنظف البيت كامل او ممكن تحدد بالتطبيق منطقة معينة وهي تروح تنظفه وترجع مكانها والحلو ان المكنسة مجرد ما تخلص تنظيف ترجع للشاحن حقها وتصير تشحم من تلقاء نفسها وطريقة تنظيف المكنسة ما يكون بشكل عشوائي يعني مثل ما تلاحظه تنظف الارض بشكل مرتب وبخطوط افقية وهذا شي يخلي التنظيف افضل ومن خلال التطبيق تقدر تختار اذا تبغى المكنسة تكنس فقط او تكنس وتشطف الارض وتختار قوة الشفط اذا تبغى قوي او عادي بشكل عام استمتعت جدا باستخدام هذه المكنسة وصرت اشوف وجودها مهم بالبيت بالنسبة لي لانها ممكن تسوي المهام اليومية اللي ممكن تاخذ منها كوقت صحيح انها ما تغني عن المكنسة العادية لكن صديقني بتصير نادرة تستخدم المكنسة العادية بعد ما تجرب المكنسة الذكية سعر المكنسة 1549 ريال وحاليا عليها عرض بمناسبة عيد الام في متجر كفو اكسبرس بسعر 1149 ريال وبحط رابط الشراء للمهتمين تحت بالوصف ترجمة نانسي قنقر